نحن هنا أمام محكمة وينزر العليا حيث استمرت محاكمة ناثانيل فلتمان يواجه فلتمان تهما بالقتل المدفوع بالإرهاب بزعم أنه صدم خمسة أفراد من عائلة أفضال المسلمة مما أسفر عن مقتل أربعة مجريات المحكمة كانت قصيرة اليوم بحضور هيئة المحلفين شهد المحلفون 21 مقطع فيديو قصيرا من كاميرات المراقبة خارج شقة فلتمان وكاميرا ردها في اليوم وساعة التي سبقت الحادث ولم يوضح للدعاء أسباب عرض مقاطع الفيديو لكن ذلك يأتي في أعقاب أسبوع مشحون بالأدل أبرزها بيان تم العثور عليه على جهاز كمبيوتر محمول تم الاستيلاء عليه من شقة فلتمان ولقد اخترنا عدم مشاركة تفاصيل هذا البيان في هذه القصة في سؤال لفريق الدفاع سألنا لما أقرى المتهم بأنه غير مذنق على رغم من الأدلة دميغتي ضده إضافة إلى اعترافته المسجلة لدى الشرطة لماذا يتبقى المسجلة لدى الشرطة؟ لماذا يتبقى المسجلة لدى المسجلة لدى المسجلة لدى المسجلة؟ المسجلة لدى 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 المسجلة موسيقى ستعود هيئة المحلفين يوم الثلاثاء القادم بعد عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لكن أمني نيوز ستكون في مدينة لندن لنتحدث إلى أفراد المجتمع المسلم في المدينة التي بدأت فيها هذه المأساة زياد عرب أغلي أمني نيوز وينزر